كل سنة منطيبين النهضة بنحتفل بعيد رئيس الملاكة ميخايل ربنا يدينا بركته وشفاعته تكون مع كل ولاده في كل حتة هكلمكم النهضة عن صفة عامة عن الملايكة وماذا تعمل الملايكة في حياتنا الملايكة لها دور كبير قوي في حياتنا وممكن تساعدنا كتير قوي أول حاجة لازم نعرفها أن المصدر اللي خدنا منه كل معلوماتنا عن الملايكة هو الكتاب المقدس مصدر أساسي أو تقريبا عرفنا كل حاجة عن الملايكة من خلال الكتاب المقدس وبعد كده ابتدنا نعرف من تاريخ الكنيسة بعض المعلومات أول مرة ذكر فيها حاجة عن الملايكة كانت في سفر التكوين لما ربنا قال بعد خطيئة آدم أقام شرق جنة عدم الكاروبيم ولهيب سيف نار متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة ده في تكوين ثلاثة لأول مرة والكاروبيم ده طغم من طغمات الملايكة وأمر ربنا موسى أنه هو يضع اثنين كاروبيم مظللين على تبوت العهد وأمر أيضا أن يوضع على الحجاب نقش للكاروبيم برضو يقول في سفر خروج 26 من اسمان جوني اللي هو الحجاب وارجوان وقرمز وبوسما بروم صنعت حائق حازق يصنعه بكاروبيم يعني يضع رسم الكاروبيم عليه أيضا سليمان لما عمل الهيكل برضو نقش الكاروبيم على الحطان الهيكل زي ما كانت منقوشة في خيمة الاجتماع في ثلاث أسماء بس من الملايكة ذكرت في كتاب المقدس والمائي الباقي يجيبينه من التقليد بتاع الكنيسة اللي هو ميخائيل وجبرايل ورافئيل دول الثلاثة بس اللي ذكرت أسماءهم في كتاب المقدس وتغمت الشاروبيم والصرفين دي موصوفة برضو في كتاب المقدس فيقول أشعية عن الصرفين بأن له ست أجنحة باتنين يغطوا وجوههم باتنين يغطون أيديهم وباتنين يتيروا يبقى أتنين بيغطوا رجليهم واتنين بيغطوا وجوههم وبيتيروا بالاتنين التانين وتارى واحد من السرفين بيد وجامرة أخذها بملقة مع المسبح ومس بها على فم النبي القصة دي الست أجنحة دي بتفكرني أنه أنا في الدير جات لي بنت صغيرة فاكرها غادت دلوقتي اسمها ماريان موجودة عائشة موجودة في طنطة وصرت أسرة متديينة جدا والبنت كان عندها حوالي خمس سنين أو ست سنين وبتقول لي أنا زعلانة من ربنا جدا ما هي حيوتي قلت لي عشان ماما عندها سرطان هتموت وأنا مش عايزة ماما تموت قلتها حيوتي صلي وليلو يا رب ما تموتش ماما فالبنت سمعت الكلام وصلت بعدها فترة جات لي تاني بقول لا أخبارك ايه يا ماريان قالت لي بابا يسوع ظهر لي وخفف ماما قلت لي هزاي ظهر ليك قلت لي وأنا بصلي لقيت سقف الأوضة تفتح بقي مش موجود وبعا كده بصرت لقيت السيد المسيح نازل قاعد على كرسي عظيم جدا وحواليه ملايكة كتير كل ملاك ليستة جنحة قال كل ملاك لي كم ليستة جنحة قلت لي عرفتهم ازاي قلت لي أنا عدتهم قلت لي بص عقول لك حاجة مفيش ملاك بستة جنحة اه صورة العذرة هي مرسوم ملاك بجنحين قلت لي لا ستة أنا عدتهم وجاية وقال لها مالك يا مريان زعلنا لي عدت له ماما عيانة والعزاء تخف قال لها خلاص ماما خفت عايزة ايه تانية مش عايزة حاجة والكرسي طلع وقعد عليه سيد المسيح طلعت في نفس اليوم ما خفت ده يورينا ان الملائكة بتعمل في حياتنا الملائكة شافوها شافوا الملائكة المريمات لما زهموا لقبر السيد المسيح ولقوا منظرهم جميل يوسفو يقول كتاب مقدس منظره كالبرق ولباسه ابيض كالسلج ولما ظهر ايضا ملكي للمريمات برضو قال ان سيابهم كانت براقة ولما ظهروا بعد صعود المسيح وصعد السلام ما ظهر الملكين قالوا انتوا عادين ليه ده يرجع زي ما طلع زي ما صعد برضو التلاميذ قالوا وقف بهم باللباس ابيض الملكة دي خلائق سماوية روحانية الله خلقهم ويقول عنهم في مزمور مية واربعة الصانع ملائكته رياحا وخدامه نارا تلتهب ولكن احيانا بيديهم القدرة على الظهور في هيئة البشر بيظهروا في هيئة البشر ويكلمون عشان رسائل معينة ووظيف معينة الله بيعطيهم من مميزات الملائكة انهم اوسع معرفة جدا عن الانسان ولهم قدرة جبارة اقوى كثيرا جدا من البشر ولكنهم ليسوا كلي قدرة هم بيتحركوا بسرعة رهيبة نقدر نقول عليها سرعة الدق عنهم مخلوقين من ناش فقدر يتنقل في الثانية واحدة يتنقل سرعة الدق قد ايه حد يعرف مية ستة وتامين الف كيلو في الثانية فمن هنا للقاهرة دي ايه فيش اقل من جزء من الثانية ليه اتنقل في اي حطة عايز يروح يسمح الله لهم بعمل معجزات وزي ما احنا عارفين معجزات كثيرة الرئيس الملائك الجليل ميخايل وعددهم حدش عرفها ربوات ربوات والوف والوف من الملائكة محدش عارف عددها طبعا وهم زي ما قال عليهم السيد المسيح تكونون كملائكة السماء لانهم لا يزوجون ولا يتزوجون مفيش تناسل ما بينهم والله بيعطي كل واحد من الملائكة دي المسئولية وهم الرتب ودرجات رتب ودرجات بنسمعها في الداس الكراسي والوربريات وقوات رؤساء الملائكة والشاربين وكل دي درجات في الملائكة وكان الشطان الذي سقط كان الكاروبين طغمة الكاروبين دي بسموها الكسيري المعرفة طغمة الكاروبين بكسيري المعرفة كلها حتى الكنيسة ترسمها جناحتهم كلها عيون وجسدهم كثيري المعرفة ويقول عليه في زفر حسقيال أنت كاروب كاروب جمع كاروبين أنت كاروب المنبسط المظلل وأقمتك على جبل الله كنت بين حجارة النار تمشيت أنت كامل في طرقك يوم خلقتك حتى وجد فيك اسم كان كامل في كل طرقه ملايكة يكنوش يخطم ولكن وجد فيهم اسم فكروا واختقوا خدمة الملايكة بتتنوع كثيرا خدمة الملايكة ما بين التسبيح وده العمل الرئيسي بتاعهم ويبلغوا رسائل الله الذي يريد أن يرسلها وينفذوا مشيئة الله زي ما ربنا يؤمرهم لأنهم أرواح خادمة مرسلة للخدمة بيعامنون بيحمون بينقذون بيرشدون وممكن يشجعون ويوضحوا لنا مشيئة الله وينفذوا مشيئة الله وأيضا يحرسون يحرسون وبيأخذون ويطلعون السماء زي ما قال حملة الملائكة روح لعازر المسكين إلى حضن إبراهيم كما أنهم أيضا يفرحون بتوبتنا بيحبونا يقولوا لدنيال أيها الرجل المحبوب محبوب من الله بالتالي هو محبوب منهم لما تكون أنت محبوب من الله تبقى أنا فكر يحكو عن القديس يحن القصير أو يسموه يحنس القصير يقول لك وهو نايم لما تكون الدنيا حر كان بيجيل ملائكة يهوله وهو نايم عشان الدنيا حر ده إيه العز ده لا تقول لي بقى تكييف ولا تقول لي هوايات ولا مراوح الملائكة بيجيو وهوهول وهناي عشان الدنيا حر ويه مسكورة في قصة حياة القديس يحنس القصير أو يحنس القصير الملائكة كان ليهم دور كبير جدا في حياة السيد المسيح شفناهم ملائكة بشر بموته بمتأسف بولدته ملائكة تيجي تخدمه بعد التجربة على الجبل في بستان جسيماني برضو ملائكة كانت تخدمه ملائكة ضحرجت الحجر عن فم القبر ملائكة بشرت المجدلية بقيامة المسيح وربنا قال لبوترس أتظن أني لا أستطيع أن أطلب إلى أبي فيقدم لي إثنين عشر جيشا من الملائكة وأيضا الملائكة سوف تأتي مع المسيح في مجيءه الثاني ربوات ربوات ألوف ألوف من الملائكة الملائكة لها دور كبير في حياتنا والملائكة الميزة الجميلة أنهم بيحبون يعني إما تشوف الملائك مخايل أكيد بيحب كل شعب الكنيسة أولاده في هذه الكنيسة فالإصحاح العشر من سفر أعمال الرسل يظهر الملائك لرجل طقي اسمه نيقوديموس ويقول له يا نيقوديموس روح استدعى واحد اسمه بوترس ده يجي ويكلمك به كلام سوف تخلص ولما نختي ممكن ربنا يرسل الملائك اللي كي يعقبنا زي أخطأ داود وعد الجيش بتاعه وافتكر أنه هو بقوته بينتصر ما مش بيتكل على قوة ربنا لكن حس أن الجيش بتاعه قوي وعدده كبير وينتصر بجيش وشوف يقول الكتاب وضرب داود قلبه بعدما عد الشعب فقال داود للرب قد أخطأت جدا فيما فعلت والآن يا رب أزل اسم عبدك لأني انحمقت جدا فربنا فربنا بعت له جهد النبي وقال له اختار ما بين ثلاث حاجات وعقبه فداود قال اختار أن أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان فجاء عليه وباء أتل سبعين ألف أتل سبعين ألف رجل يقول لك وبسط الملاك يدوى على أرشليم ليهلكها ولكن الله رحوم وإحنا كلنا بنصرخ لقول يا رب ارفع هذا الوباء فقال يا رب للملاك فلك ندم الرب على الشر وقال الملاك المهلك كفى عايزين نقول يا رب قول بأكفايا كده كفى يا رب هذا الوباء فالملائكة أيضا بتساعدنا في سد احتياجاتنا ولقى في قصة معروفة جدا في سفر الملوك الأول عن إليا النبي إليا بعدما قتل أتى الأنبياء البعل اتغاز منه أزابل وقررت أن تقتله فإليا ده اللي نزل النار من السماء عشان تحرق الزبيحة هرب خير من إزابل ده أنت يا ليه لسه منزل النار من السماء دلوقتي حرقت الزبيحة وكلتها إزاي أنت خايف من إزابل فربنا برضو في لحظة ضعفنا برضو ما بيسبناش إلهنا إله رائع حتى وإحنا ضعفا ونهرب زي ما عمل إليه كده برضو ربنا ما سبناش فبعت له راه اتجع تحت الرتمة ونام لأملاج بصحية وإذا ملاء قد مس وقال لقم كل فتطلع إذا كعكة وكوز ماء عند رأس فأكل وشرب ومن التعب نام تاني فصح ملاء تاني وقال لقوم كل عشان المسافة طويلة فآموا نكأ وشرب أكل وشرب وسارب قوة هذه الأكلة أربعين يوم بوترس كان في السجن نايم وبشخر جال الملاك قال له أصح زغدوا في جنبه وقال له قوم تعالى ورايا ومشى ورايا لغاية ما طلعه من السجن وكان محكوم عليه بالإعدام عبره المحرس الأول والثاني وانفتح لهم الباب من ذاته الملاكة حوالينا شايفنا بتابعنا تخيل أنت فاتح الكمبيوتر بتاعك بتفرج على حاجة تخيل الملاك بالحارس بتاعك بتفرج على نفس الكلام اللي أنت بتتفرج لما يبص لقيك بتتفرج على حاجة وحشة بتعمل إيه ده ده بيعمل إيه ده بيضيع نفسه يا عم مش كده بتأذي نفسك هعمل حاجة وحشة تلاقي ملك الحارس بتاعي حزين يقول لي إيه اللي بتعمله ده الملاكة عاشين حوالينا بيحكوا عن البابا كلس ونراح يزور كنيسة وكان المعلم اللي فيها بيحب جدا التسبحة وكان يعمل التسبحة كل يوم لوحده شهور واسنين يعمل التسبحة لوحده لم يكل ولم يمل وهو بيعمل التسبحة لوحده ورحل البابا كلس يزور الكنيسة دي وكان طريقة البابا كلس يفاجئ الكنيسة من قرشنا جاي فدخل لقى واحد بيرابع مع المعلم فالبابا كلس ابتدى يقول معهم التسبحة فالشخص التاني ده مشي فبيقول له الله أما للراجل اللي كان بيرابع معايا ده رح فين قال له يا معلم مشي قال له ازاي مشي وسبني قال له انت مش عارفه ولا ايه قال له لا مش عارفه قال له ده حبيبك ماري جيركس ينسك على اسم ماري جيركس ماري جيركس نيجي كل يوم يعمل التسبحة معاه الملايكة بتحوطنا طول معنا بنحمل التسبحة بيجوا يحضروا معنا نيجي نصلي يبقوا معنا حوالينا موجودين شايفنا وحنا قاعدين في البيت بنعمل ايه بنتكلم ازاي ملاكك الحارس لازق فيك معاك اذا عملت حاجة حلوة بيقوا مبسوط فرحان اذا عملت حاجة وحشة بيقوا حزين حزين عليك ان انت بتهلك نفسك كان راهب ساكن في البرية وكان يروح يجيب الميا من على بعض مسافة معينة البئر بتاع الميا البئر فالمهم بتعب فابتدى يدور على اللاية قريبة من الميا فلاق الملاك عمالي عد الخطوات بتاعته قال له بتعمل ايه قال له بعد خطوات جهادك فرح اللاية ابعد من الاول وكلين نتذكر قصة انبو موسى الاسود لما كان بيروح يجيب الميا للاباء لقى الملاك بيعد الخطوات بتاعته قال له عشان ربنا يديك اجرى على تعبك اللي بتتعبه من اجل ان انت تحضر ميا ليه الاباء اللي مش لقين يشربوا ومش قادرين انهم يروحوا يجيبوا الميا عشان كده عايزين واحنا حتى قاعدين في بيوتنا نتذكر ان هناك جيش من ملايكة حوالينا بيدفوا عننا كلنا نتذكر قصة إليشع وجحسي قال له الحق يا سيدي قال له ملك أرام محوة المدينة وهياخدها ويقتلنا كلنا قال له ما تخافش لأن الذين ايه معنى أقوى من الذين علينا قال له افتح يا رب عيني الغلام لكي يرى حوالينا جيش حوالينا ألوف ألوف أربوات أربوات من الملايكة مستعدين يساعدونه وأقوياء جدا أيام النبي جيسا حريب عشان يحارب أرشاليم ملاك واحد لما سنحريب ترى يطول سهنوا على ربنا يقول لهم إلهكو ده يعمل لكو إيه إلهكو ده ما يقدرش يعمل حاجة قوعد ظن إلهكو يعمل لكو حاجة فجي المالك رح إيه عرض الكلام ده أدام ربنا وقال له نحن لا نعلم ماذا نفعل وما نعمل إيه لكن نحوك عيون لما تحتاس قولي الجملة الجميلة دي الآجة نحن لا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك عيون أنا رب رفعت عيني ليك أنا مفيش سك غيرك مفيش حل آخر غيرك الحل موجود عندك نحن لا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك عيون ففي تلك الليلة السلام يا رب على جمالك في تلك الليلة ملاك الرب خرج وضرب من جيش أشور مئة وخمسة وتمانين ألف ماتوا في ليلة لما ملك أشور شاف كده خد بعضه ومشي خلاص تهت لما تلاقي رب مش قادر أطلب أطلب ربنا قل رب ابعث جيشك يا رب دوت لأن ملاك الله حال حول خائف ثق أن الله قوي جدا وأن هناك جيش جيوش ألوف ألوف ربوات ربوات حوالينا مستعدين يدفع عنا بس المهم نطلب نحو عيوننا إحنا عيوننا نحو العالم عيوننا نحو القوة العالم والعلم على رأيه ولد من ولدنا في سنوي بيقول زميله أشكر ربنا قال له أشكر الساينس ربنا إيه الساينس هو اللي عملين الاكتشافات دي كلها قال له إحنا نشكر الله إحنا كمسيحيين بنشكر الله حتى لو فيه حاجات علوم وإكتشافات نشكر الله اللي فتح أعين هؤلاء العلماء اللي يعرفوا هذه الاكتشافات نشكر ربنا أنه هو بيدينا العلم وبيدينا المعرفة ده بسمح إحنا بنكتشف نكتشف ما عمل الله كل دي عبارة اكتشافات يقول لك فران اكتشف ما كان معين اكتشف يعني حاجة فكرة هو لقاتها موجودة ولكن الله فتح حينه عشان يعرفها اكتشف دواء اكتشفوا وفاكسين طب ده موجود كل الحاجات دي موجودة دي كلمة واحدة من ربنا يا ملك كف انتهى الوباء كلمة كلمة واحدة بس نصفخ نطلق نحوك عيوننا الله يعطينا كلنا أن احنا نحس بقوة الله ونحس بقوة ملائكته ونحس بأن احنا مش لوحدين حوالينا جيش المشكلة فينا لا احنا مش هي هو احنا اللي بعيد احنا اللي بعيد مبارح كنت وحضر جنازة لواحد اسمه الدكتور مراد عاش اللي فيكو حضر معنا كانت في او جبل الاخ اللي كان قاعد معنا بقاله خمس سنين بيحكي عنه يقول كل المستشف مش المستشف البيت بتاع الرعاية وقفوا صفين عشان يودعوه من كتر الحب اللي قدمه لكل واحد في المستشف وهذا الرجل اللي بيحكي عنه هذا الكلام كله بقاله خمس سنين ما يقدرش يتحرك من على السرير خمس سنين ما يقدرش يتحرك على السرير ولكن بصلواته اللي كان الناس يطلع من الدور أولان يروحوله يا عم مراد يا دكتور مراد تصلي لبنتي يا عم مراد تصلي لابني لأنه كان رجل صلاة طول النهار والليل 24 ساعة يصلي وفي الآخر الشاب اللي كان بيخدمه يقول صل الساعة التالتة كان يصلي هو مع بعض هو مش قادر يتكلم والشاب اللي معه بيقول بصوت عالي والتاني حافظ المزامية بيرردده معاه فبعد ما يتعافش حصر ايه وبعد كرة جاي عمال يشاول ويعمله كده كده الشاب مش فهم كده قال له آه آه الساعة الستة قاله عمله كده قاله دلوقتي صلات الساعة الستة يلا نصلي حياته كان كلها صلاة وهو نايم على السرير ما يتحركش خمس سنين ولكنه غير ضرر رعاية كلها عايزين نمسك في ربنا جاهمد قوي عايزين حياتنا تتغير محتاجين بقى رجال صلاة محتاجين بيوتنا تبقى بيوت مقدسة هل تتخيلوا هذا الشخص أنا أصرت بيه جدا مباق خد المعادلة بتاعت الطب وبعد معادلة الطب ما أخدها مراته عيده وكان مطلوب منه يروح ياخد التدريب بتاعه في حتة مثلا زي وينيبيك زي ساسكتون قال أسافر واسيب مراتي إزاي ورفض يسافر وروح ياخد اللايسنس بتاعته عشان يقعد جنب مراته ويهتم بيها واشتغل في البسطة بعد ما يبقى طبيب اشتغل في البسطة موظف في البسطة وتحمل من أجل مراته لغاية ما تنيحته عشان كده ربنا بعث له اللي يرعاه ما يزرعه الإنسان إياه يا حسد واحد يسيب مستقبله عشان يعالج مراته يهتم مراته وعشان نبص نلاقي خناءات في البيوت وده عايز يضرب ده وده بيلف عايز ياخد الفلوس ده هو فيه ايه ايه اللي بيحصل في بيوتنا الفلوس تعمل لنا ايه هنسبها تمتع العالم لحظي ارجوكو خلي بيوتنا بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة ولهن المجد دائما ودينا